موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسلام بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار مفصلة من قناة السعودية والبداية بالعناوين الديوان الملكي يعلن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود موسيقى منظمة الصحة الغالمية تشيد بتدابير المملكة خلال جائحة كورونا موسيقى كورونا بين خطر الانتشار وشبح الإجراءات الصالمة موسيقى أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي بيان من الديوان الملكي انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وسيصلى عليه إن شاء الله اليوم الثلاثاء الموافق للثالث من الشهر الثالث من عام 1442 للهجرة في مدينة الرياض تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون موسيقى موسيقى في أخبار المناطق رأس صاحب السمو الملكي الأمير خارد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اجتماعا لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية أكد سموه أهمية إنشاء مركز إسلامي في الفيصلية من منطلق الدور الرياضي للمملكة ما يعزز مكنتها الإسلامية كونها تحتضن قبلة المسلمين ومسجد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أجرى خلال الاجتماع مناقشة الجدول الزمني لإنشاء المركز الذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية حيث سيضم جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية واستعرض الاجتماع مكونات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2.450 كم مربع ويحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع إلى جانب مقرات الإدارات الحكومية والحي الدبلوماسي والمركز الحضاري ومركزا للأعمال والتجارة ومركزا للتسوق والبيع بالتجزئة إضافة إلى رصيف للقوارب ومساكن مطلة على البحر التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي رؤساء المحاكم والمواطنين ومدير الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك في القصر الحكومي في تبوك وتنول سموه في حدثه للمواطنين الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات ملوها باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا سئلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من حرص واهتمام بشؤون المواطن والمقيم في مختلف مناطق المملكة جاء ذلك في المجلس الأسبوعي لسموه الإثنينية في حضور قيادات إمارة المنطقة والمحافظين ورؤساء المراكز حيث نقل لهم تحيات سمو وزير الداخلية وفخره واعتزازه بل وفخره واعتزازه بهم واعلن سموه عن قرب إطلاق حزمة من برامج التحفيز لموظف ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز من بينها جائزة سنوية للتميز وإيجاد بعض الامتيازات للموظفين بجانب مجالات التحفيز الأخرى موضحاً أهمية تهيئة الصف الثاني بكل إدارة أو قسم من جهة أخرى اطلع سمو أمير منطقة نجران على التقرير الإحصائي للجنة مبادرة الدعم المجتمعي في المنطقة وثمن الأمير جلوي بن عبد العزيز خلال لقائه بمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفرعية للمبادرة محمد الدوسري دور اللجنة في التخفيف على المجتمع من أثار جائحة كورونا وفي اطلاق المبادرة النوعية التي حاضيت بتأييد ودعم بل بتأييد ودعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة شؤون الأسرة المكلف الدكتور فهد المطلق يرافقه نائب الرئيس وعضوات اللجنة استمع سموه من الدكتور المطلق لإجازة عن العمال والجهود التي ستقدمها اللجنة والخطة التنفيذية المستقبلية لها وآلية تنفيذها وأهدافها ومؤكدا أهمية الدور الموكل للجنة تجاه العناية بالأسر المستفيدة من أعمالها حاثا على متابعة كافة الأعمال المساهمة في تعزيز مثل هذه الجوانب الاجتماعية كما التقى سمو أمير منطقة القصيم رئيس لجنة أهالي المنطقة إبراهيم الربدي وأعضاء اللجنة وأشهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بالدور الذي تؤديه لجان الأهل كونها حلقة أصل بين القطاعات الحكومية والأهلية والأسر لافتا لانتباه إلى الدور الأهل المهم لمساعدة مسؤول ومحافظ المناطق للقيام بأعمالهم واستمع من كبل أمين اللجنة دكتور علي العقلة لشرح عن أعمال اللجنة وبرامجها لخدمة المنطقة وأبنائها أكد سمو أمير منطقة القصيم خلال لقائه رائد البسام بمناسبة تكليفه مديرا لوحدة حقوق الإنسان بالإمارة على أهمية تعزيز جميع الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تطبيق القانون وفرض احترام الحقوق الإنسانية بين أفراد المجتمع مبينا أن الدين الحنفة مرجع لحقوق الإنسان لما ينبثق منه من مبادئ وقيم ومغايير وتسامح ومحبة وإعطاء للحقوق وشدد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على أهمية متابعة خماية الحقوق الإنسانية كافة من خلال فرض احترام حقوق الآخرين التي أقرتها الدولة لكافة أفراد المجتمع موسيقى موسيقى رأس صاحب السمو الملكية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية في المنطقة لاجتماع الأول للجنة حيث نوها سموه بالدور المهم للجنة وأمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية وشدد على بدل الجهود لنشر الوعي المروري ودعم السلوك الإيجابي وتعديل الممارسات الخاطئة لدى السائقين موجها بتشكيل لجنة مكونة من الإمارة وفرع وزارة النقل والدفاع المدني والمرور للعمل على رصد الملاحظات في طرق العقاب بالمنطقة وكما أكد سموه على ضرورة جاهزية مركز التدخل السريع في عقبة الباحة وضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث والعمل على تسهيل الحركة المرورية ورصد الاختناقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها من جانب آخر تسلم سمو أمير منطقة الباحة تقريرا عن جهود فرع هيئة للال الأحمر السعودي خلال جائحة كورونا وطلع الأمير الدكتور حسام بن سعود خلال اللقاء بمدير عام فرع الهيئة خالد الغامد وعدد من مسوب الفرع على التقرير وما تضمنه من مجازات مؤكدا أهمية العمل على تطوير الجهود التوعوية وتفعيل التوعية والوقائية وتعزيز التعامل مع الحالات الطارئة في مختلف المواقع عبر تأهيل وتدريب المختط تخصصين في مجال الإصعافات الأولية والسعي لإكسابهم الخبرة اللازمة وتفعيل التطوع بالتنسيق مع الجهات الذات العلاقة ومواصلة جهود مساندة مختلف القطاعات للتغلب على الجائحة رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اجتماع لجنة متابعة تنفيذ المشروعات التي سيتم إنجازها في العام القادم بحضور مدير الإدارات الحكومية وناقش الاجتماع تقرير اللجنة لمشاريع الإدارات الحكومية ونسب الإنجاز وأهم المعوقات والحلول التي تتطلب سرعة تنفيذ كل مشروع كما بحث الإجراءات التنسيقية المعتمدة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحسين كفاءة وجودة المشاريع وجدد سمو على ضرورة قيام مدير الإدارات الحكومية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشاريع التي تحت التنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل فيها من ناحية ثانية التقى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية القضاة ومدير الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه المسائية وتطرق الأمير فيصل بن خالد في حديثه إلى العديد من الموطعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات مشددا على ضرورة التزام الجميع بالاحترازات الفرضية وعدم التهون وتطلع سموه لإسهام جميع مواطن ومقيم المنطقة في إنجاح الخطة الصفرية للوصول لعدد صفر للحالات الخاصة بكورونا مشيدا بأداء الأجهزة الأمنية الذين تقدموا الصفوف مع رجال الصحة وبقية موظف الأجهزة ذات الصلة لمواجهة الجائحة كما اطلع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال لقائه برئيس وفد منطقة الحدود الشمالية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجندرية ماجد المطلق على الخطة العامة لمشاركة المنطقة وتشكيل الرؤساء وعضاء اللجان التنفيذية وآلية ومهم عملها والبرامج والفعاليات المزمع تنفيذها في جناح المنطقة طيلة أيام المهرجان واجه الأمير فيصل بن خالد بتأسيس بنية تحتية مستدامة لمقر مشاركة المنطقة بالمهرجان مشددا على عرض الإرث التاريخي والتراث الثقافي الذي تشتهر به المنطقة اشتركوا في القناة تقى صاحب السمو الملكية لمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر أوغيكو والوفد المرافق لا وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبو لتعزيز العلاقات بين البلدين منوها سموه بحرص القيادة الحكيمة على تعزيز علاقة المملكة بمختلف الدول ومد جسور الصداقة والتعاون مشيدا بمستوى العلاقات بين المملكة وكينيا وحرص المملكة على تنميتها كما التقى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية القنصر العام للولايات المتحدة الأمريكية في الضهران نيكول منز بعزاوي وهجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبو لتعزيز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة ونوها الأمير أحمد بن فهد بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات والتي بدأت قبل أكثر من خمسة وسبعين عاما مؤكدا حرص المملكة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم الاستثمارات النفطية في هذا التوقيت الحرج الذي يعاني فيه غطاء الطاقة والاقتصاد العالمي بشكل عام وقال سمو وزير الطاقة أن المنتجين في أوبكو بلس بذلوا جهودا واسعة للوصول إلى ما تحقق من تعاون لدعم استقرار السوق مؤكدا عدم وجود خلافات بين أعضاء أوبكو بلس وأكد الأمير عبد العزيز أنه تلقى تعهدات من الدول ذات الانتاج الزائد بالتعويض في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مبينا النشار الماضي شهد مجموعة كبيرة من الرصائل المتباينة في سوق النفط وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن حكمة خادم الحرمين الشريفين وسموه للعهد ساعدت على توصل للمرحلة التوافقية والتعاون والتنسيق الحالي وكشف البيان الختمي للاجتماع الثالث والعشرين للجنة المراقبة الوزرية المشتركة برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ورئيس المشارك وزير الطاقة الروسي إليكساندر نوفاك أكد أن اللجنة لاحظت أن الانتعاش الاقتصاديق التباطئ بسبب عودة ظهور حالات شائحة كورونا في الاقتصادات الرئيسية لا سيما في الأمريكيتين وآسيا وأوروبا وللمزيد من المعلومات مشاهدين الكرام يصرنا أن ينضم إلينا المحلل الاقتصادي الأستاذ سليمان العساف أهلا وسهلا بكم أستاذ سليمان ثم إلى أي مدى وصلت مجهوداته دعم استقرار السوق النفطية تفضل وسهلا بكم أستاذ المشاهدين طبعا المملكة العربية السعودية من داخل أوبك وروسيا من خارج أوبك يبذلون جهود حسيثة من أجل الحفاظ على استقرار أسعار النفط واستقرار إمدادات النفط كما نعلم أنه بسبب جائحة كورونا كان هناك الكثير من المشاكل سواء من ناحية انخفاض الأسعار أو حتى من ناحية الوفرات النقدية العالية جدا حيث أنه كان هناك أكثر أو ما يقارب المئة مليون برميل فائض تجوب البحار في خزانات عائمة وبعضها في خزانات أرضية بالإضافة إلى أنه الإنتاج النفطي اضطره إلى أنه يقومون بتخفيضه بحدود عشرة مليون برميل لامتصاص الفائض وحتى تعود الأسعار للوضاع الطبيعية نعم السيد سليمان يعني اللجنة أكدت على تباطؤ الانتعاش الاقتصادي طبعا بسبب عودة ظهور حالات جائحة كورونا في الاقتصادات الرئيسية كما أسلفنا في الخبر ما هي قراءتك المستقبلية؟ طبعا يا سيد الكريم بالنسبة لي احتمال الموجة الثانية من جائحة كورونا يبدو أنها على الأبواب وبدأت في بعض الدول بسبب عودة الخريف وفصل الشتاء بداية هذه الأمور قد تؤثر على أسعار النفط ولكن لا أعتقد أن سيكون تأثيرها مثل تأثير بداية الجائحة لأنه في البداية كان أمر مفاجئا غير مسبوك وغير منتظر وغير متوقع ولم توجد هناك أي حلول وكان الإغلاق التام هو الحل الوحيد مما أثر بشكل صادم على الأسواق أنا أتوقع الآن أن العالم أكثر استعدادا وكما نعلم أن اللقاحات من ما بين ثلاثة إلى ست لقاحات يتم العمل عليها وستصل قريبا لذلك أعتقد أن التأثير سيكون في حدود المعقول والمقبول ولن يكون إن شاء الله ذا تأثير كبير أو صادم أو حتى مزعج للأسواق نعم بإذن الله تعالى للمحلل الاقتصادي لأستاذ سليمان العساب شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة انطلاقا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تعنى في الأساس بتحقيق الأمن والسلم الدوليين أكدت المملكة أنه لا يمكن تحقيق السلم والأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني ما لم يتم حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعيش على أرضهم بما يحقق آمالهم وطموحاتهم جاء ذلك في كلمة المملكة التي يلقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقال منزلاوي إن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية حيث لا تزال هذه القضية على رأس القضايا التي تدعمها المملكة في سياستها الخارجية وأشار إلى أن موقف المملكة لا يزال ثابتا في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة وفي التمسك بمبادرة السلام العربية وضف الدكتور منزلاوي أن المملكة تعرب مجددا عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام وفقا للقرارات والقوانين الدولية عدت المملكة سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي مرتكزا وشرطا أساسيا من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين وركزة مهمة تكفل حماية حقوق الإنسان من أجل سيادة القانون والعدالة والمساواة جاء ذلك في الكلمة التي القاه السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي وقالت نداء أبو علي إن المملكة انتهجت منذ تأسيسها نهجا بالاعتدال والدبلوماسية والشفافية في الخطوات السياسية ومرتكزا على التزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي والتفاعل المستمر والبناع مع المجتمع الدولي أضفت بأن المملكة ترحب بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة التي يعكسها التقرير المتعلق بأنشطتها التي تعزز مجال سيادة القانون من أجل تعزز الجهود المتضافرة لمساعدة الدول الأعطاء لتعزز سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع بما في ذلك إطار التدابير المتخذة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا ناينتين ومعالجة أثره على سيادة القانون هذا وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ثلاثمائة وخمس وثمانين إصابة جديدة ليرتفع جمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى ثلاثمائة وثنين واربعين ألف وتسعمائة وثمان وستين حالة فيما سجلت ثلاثمائة وخمس وسبعون حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين إلى ثلاثمائة وتسعة وعشرين ألفا ومائتين وسبعين حالة تعافي كما سجلت ست عشرة حالة وفاة جديدة ليرتفع جمالي الوفيات إلى خمسة ألف ومائتين وسبع عشرة حالة وفاة رحمهم الله جميعا أشهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالتدابير القوية التي اتخذتها المملكة قبل إعادة فتح لماكن المقدسة لأداء العمرة خلال جائحة كورونا التي استؤنفت الشهر الحالي تدريجيا بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا وفق أربعة مراحل العمرة حيث ينتظر أن تستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجيا بطاقة تشغيلية تصل إلى مائة من مئة في الأول من نوفمبر وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء يزمة كورونا أو زوال الخطر وأبدت المنظمة امتنانها للقيادة في المملكة العربية السعودية ولدعمها لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا وينضم إلينا في هذه الأثناء دكتور سري عسيري وهو مدير الإدارة العامة للحج والعمر في وزارة الصحة مساء الخير دكتور سري أهلا وسهلا بك ابتداءا ثم إشادة من أعلى منظمة عالمية بجهود المملكة وتدابيرها الاحترازية ما الذي يعنيه ذلك لكم تفضل شكرا الله بالخير وجميع أصدر المشاهدين الكرام من فضل الله سبحانه وتعالى أن شرف وطننا الغالي وقادته بخدمة الحرمين الشيخين وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة تم البدء في العودة الآمنة لموسم العمرة وفق الاشتراطات الاحترازية والاستعدادات الطبية واللوجستية على أعلى المستويات من كافة الجهاد جميعا وما إشادت رئيس منظمة الصحة العالمية بذلك إلا هو انعكاس عذني لما توليه حكومتنا رشيدة من حرص على خدمة المعتمرين والمصلين بالبيت الحرام والمسجد النبوي وتحقيق أداء العمرة وزيارة البيت العتيق والمسجد النبوي والصلاة فيهما برغم الجائحة العالمية لكوفيد 19 ومن الناحية الصحية قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الجهاد ذات العلاقة وفق التوجيهات الكريمة بمتابعة تقييم الوضع الصحي لمعتمرين وفق الإجراءات المعتمدة ومتابعة أعمال التنظيم والتفويج فيما يخص ملآمتها للإجراءات الاحترازية ومتدريب القادة الصحيين على الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع الصحي للمعتمرين ورفع الجاهزية في جميع الخدمات الطبية والأسرة في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة والترصد الوبائي ومتابعة الوضع الصحي على مدار الساعة والتزام المعتمرين والمسردين بإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية الأخرى على مدار الساعة نعم دكتور السري حدثتنا عن أبرز هذه الجهود لكن ماذا عن الحالة الصحية لضيوف الرحمن خاصة بعد إطلاق المرحلة الثانية للعمرة والزيارة ولله الحمد والمنى حالة وصحة جميع المعتمرين والمصردين في أتم صحة ولم تسجل بينهم أي حالات لأمراض معضية ولله الحمد وعيهم الصحي جدا كبير هناك تنسيق عالي مع جميع الجهات الحكومية من ناحية تطبيق الإشرارات الصحية بالتباعد المكاني ورفع الكمامات والتعقيم والسير على المسارات المقصصة للمعتمرين وهناك مسارات مقصصة أخرى للمصلين ولله الحمد بثلاثة وأمان ووفق جميع الاشتراكات الصحية التي أشادت ولله الحمد بها المنظمات العالمية ومنها إشادت رئيس منظمة الصحة العالمية هذا اليوم الدكتور سري عسيري وأنت مدير الإدارة العامة للحج والعمر في وزارة الصحة شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة نشرتنا مستمرة مشاهدين الكرام لكن بعد قليل ابقوا معنا أهلا بكم الجديد دبعت الحكومة اليمنية رسالة إلى مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة حول قيام النظام في إيران بتهريب أحد عناصره إلى الجمهورية اليمنية وتنصيبه سفيرا لدى ميليشيا الحوث الانقلابية في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ونبهت الحكومة اليمنية إلى أن إرسال النظام الإيراني لأحد عناصره الارهابية كسفير له من شأنه تمكين الميليشيا الانقلابية من التصرف باسم اليمن ويمثل تأكيدا لاستمرار النظام الإيراني في تحديه للمجتمع الدولي من خلال التعامل العدائي المقصود في علاقات النظام الدبلوماسية بالدول الأخرى رحب رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك بأعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أقل حمدوك عبر الحوار والنقاش مع لدارة الأمريكية لأكثر من عام تم توصل إلى هذه النتيجة مشددا على أن الشعب السوداني لم يكن يوما من الأيام راعيا أو داعا للإرهاب حمدوك أكد في كلمة له مسأمس عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي ومعالجة مسألة الديون ويساعد على فتح الباب واسع على الاستثمارات والتحويلات المالية عبر الموسات الرسمية كما أنه استساعد على الاستفادة من التكنولوجيا التي حرم منها السودان بسبب العقوبات واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركات الانتخابية للصعي بالفوز بولاية ثانية وسط متابعة الناخبين الذين يأملون بنهاية قريبة لأزمة جائحة كورونا التي تعصف بالولايات المتحدة نتابع هذا التقرير بعد أن أنهى حملته الانتخابية في إيريزونا عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفي انتظاره عمل شاق في خضم معركته مع منافسه جو بايدن للبقاء لولاية الرئاسية ثانية فيروس كورونا هو الموضوع الأبرز والذي يشغل الأمريكيين خصوصا بعد وفاة نحو 220 ألفا في الولايات المتحدة نتيجة هذا المرض ترامب ولد عودته تجاهل سؤالا من أحد الصحفيين حيال ما سيقوم به تجاه العضو في خلية الأزمة المتعلقة بالوباء في البيت الأبيض ومدير مع هذا الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي الرئيس الأمريكي كان قد هاجم فاوتشي المعروف عالميا واتهمه بالسلبية فيما يتعلق بتطورات الجائحة ودعا إلى عدم الإصاء له مستبعدا في الوقت الراهن إقالته نظرا للنتائج العكسية لهذا القرار خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل ترامب يتطلع إلى المناظرة الثانية والأخيرة التي ستجمعه مع منافسه بايدن لكنه بدى مستاء حيال الشروط التي اعتبرها غير عادلة وتغيير الموضوعات كما اتهم المذيع الذي يدير المناظرة بالتحيز ومن المقرر أن تجرى المناظرة يوم الخميس المقبل في تينيسي قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عادت لحملتها الانتخابية وكانت وجهتها فلوريدا بعدما أوقفت أنشطتها بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في فريقها وتعد فلوريدا من أكثر الولايات التي تشهد منافسة قوية بين الديمقراطيين والجمهوريين ما يربو على ثلاثين مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات وهو رقم قياسي يمثل ما يربو على خمسي كل من أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2016 بريطانيا ما تزال تكافح للحد من انتشار فيروس كورونا المسجد الذي يعصف بمناطقها الوزير الأول في ويلز مارك دارك فورد أعلن الإغلاق الكامل للبلاد لمواجهة الوباء بابتداء من الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري حتى التاسع من نوفمبر المقبل مضيفا أن هذا الإجراء أفضل فرصة لاستعادة السيطرة على الفيروس مطالبا المؤسسات التجارية بالإغلاق والجميع بالبقاء في المنازل وأوضح أنه سوف يتم دعم المؤسسات التجارية التي سوف تتضرر من إجراءات الإغلاق بحزمة تقدر بـ 382 مليون دولار وفي منطقة مانشستر الكبرى في إنجلترا حيث ترتفع حالة الإصابة بالفيروس يتزايد التوتر مع الحكومة المركزية في ويست منستر بشأن مسألة الدعم المالي وتقاوم السلطات المحلية في منطقة مانشستر الكبرى تطبيق إجراءات أكثر صرامة غير أن وزير الإسكاني البريطاني روبرت جينيريك قال إنه حان الوقت لاتخاذ إجراء حازم باتجاه تطبيق الإجراءات بعد إجراء الحكومة محادثات استمرت عشرة أيام مع السلطات المحلية مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم للمتضررين وكانت بريطانيا قد وضعت مقياس طوارئ جديد مكون من ثلاثة مستويات بعد أن باتت منطقة ليفربول الأكثر تضررا من انتشار الفيروس وفي إيرلندا التي أصبحت أول دولة عظم في الاتحاد الأوروبي تعيد فرض الإغلاق التام لاحتواء الجائحة طلب رئيس الوزراء مايكل مارتن من جميع السكان البقاء في منازلهم لمدة ستة أسابيع وقال إن القرار لا يشمل المدارس ودور رعاية الأطفال التداعيات الاقتصادية للجائحة ما زالت مستمرة حيث أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية منخفضة نتيجة الزيادة الحادة في الإصابات واحتمال المزيد من القيود الاقتصادية وهو ما غطى على تفاؤل بشأن علامات على تقدم نحو اتفاق الاتجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ومال بتحفيز مالي في الولايات المتحدة أصبحت الأرجنتين ثانية دولة في أمريكا الجنوبية تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المسجد وعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية أن عدد الحالات المسجلة تمثل خامس أكبر عدد إصابات على مستوى العالم الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت 451 حالة وفاة جديدة خلال 24 الساعة الماضية ما رفع عدد الوفيات إلى أكثر من 26700 منذ بدء تفشي الجائحة وإلى البرازيل حيث أعلن معهد بوتانتان للأبحاث التي تموله ولاية ساوباولو أن التجارب السريرية المتقدمة لمصل محتمل للفيروس القاتل طورته شركة سينوفاك الصينية أثبت أنه آمن بعد تجارب شملت 9000 شخص وكانت البرازيل أول دولة في أمريكا الجنوبية تجاوزت حاجز المليون حالة في يونيو الماضي ومذلك الحين ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 5 ملايين و200 ألف حالة بعد الولايات المتحدة التي سجلت 8 ملايين و100 ألف حالة والهند التي سجلت 7 ملايين و500 ألف حالة وفي عودة المشاهدين الكرام إلى ملف المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة والزيارة وسط الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون الحرامين والتي سخرت جميع أمكاناتها البشرية وطاقاتها وجميع السبل المساعدة لاستقبال المعتمرين في سبيل تقديم أرقى الخدمات لقاصد المسجد الحرام يسرنا أن يكون معنا الزميل بها عسكر الذي ينضم إلينا من مكة المكرمة ليطلعنا أكثر على التفاصيل أهلا وسهلا بك بها ابتداء ثم قل لنا وتحدث لنا وللمشاهدين الكرام عن هذه الإمكانات المسخرة والجهود المبذولة خدمة للمعتمرين وقاصد المسجد الحرام تفضل بها أسعد الله مساءك يوسف ولكافة مشاهدين الكرام عبر القناة الأولى قبل قليل يوسف هنا من المسجد الحرام قضية شعائر صلاة العصر ثمانية آلاف مصلي تمكن ولله الحمد من الدخول إلى المسجد الحرام وأداء شعيرة صلاة العصر هنا وكما تلاحظ خلفي جبل الصفا عدد من المعتمرين الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بأن يأتوا إلى هذه البقعة الطاهرة وأن يتموا شعائر مناسك العمرة كما تلاحظ هنا في مشعر الصفا وهنا في المسجد الحرام العديد من الخدمات التي تقدم من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك من قبل الجهات العاملة سواء الجهات الأمنية وغيرها من الجهات التي تقدم خدماتها هنا ماء زمزم يوزع من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بصفة دورية وفي كل الأماكن يتم تواجد عدد من الأشخاص الذين يحملون حول ظهرهم حقائب خاصة بماء زمزم توزع على المعتمرين وعلى المصلين هنا في المسجد الحرام هذه الحقائب التي نشاهدها يحملها عدد من العاملين في قطاع وإدارة زمزم عبوات ماء زمزم توزع على الجميع بعدد تقريبا يومي يفوق أستطيع أن أقول يفوق الخمسين ألف عبوة توزع يوميا هذه العبوات من ماء زمزم تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إضافة إلى ذلك هناك خدمات تقدمها مثل خدمات العربات وهي خدمات مخصصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أجل خدمة المعتمرين الذين يريدون أداء شعيرة الطواف على عربة سواء كهربائية أو عربة يدوية والعربات الكهربائية أيضا بالإمكان استخدامها في شعيرة الطواف وأيضا من أجل أداء شعيرة المسعة هذه العربات الإلكترونية لها رسوم محددة أما العربات اليدوية فهي مجانية تقدم خدمة لمعتمري بيت الله الحرام طبعا مجموعة من المعتمرين هنا من من منى الله سبحانه وتعالى عليهم بيدها شعيرة قبول إن شاء الله من الله يبارك فيك جزاكم الله خير وربنا يجعل ذلك في مزان حسناتكم وبرك الله لنا في خادم الحرامين وربنا يوفق أنت من أهل مكة؟ أنا من أهل مكة وربنا يجزيكم الله عننا خيرا وربنا يوفقكم في صالح العباد والبلاد رب العالمين والحمد لله طوافا ميسرا ونسألكم يعني المزيد من الأعداد إن شاء الله وربنا وفقكم وخدمة طيبة سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا عرب الله يتقبل منكم يا عرب الحمد لله ياروك الحمد يا عرب الله يتقبل منكم صالح الأعمال يا عرب الحمد لله حمد لله نعمة كبيرة من الله الحمد لله الله يمن علينا وعليكم الصحة والعافية جزاها الله خير حكومة مولانا والله يقفل الله يرحمنا ويرحمهم يا عرب والجميع إن شاء الله آمين بإذن الله آمين وعافيك يا عرب بارك الله فيك تعال لكم القبول وللجميع يا رب يصلحنا ويصلحهم ويصلح جميعا يا رب الجميع مننا ومنك إن شاء الله صالح العماء يا مرحبا أنا من مصر نعم في مكة نعم من مكة إن شاء الله سجلت عبر التطبيق أعتمرنا طبعا سجلت أيه من البداية أو من بعد ما فتحت العمر على أبو من بعد المرحلة الثانية بعد المرحلة الثانية قبول مننا ومنك سأل هذا المكان أمين طبعا أكيد طبعا كيف ما الاشتياق هذا بيت الله الحرام كلنا نشتاق لي ربنا إن شاء الله ما يحرم أي حد منه إن شاء الله آمين يا رب يا هلا سأل بي قبول إن شاء الله الله أدك العافية وبرك الله فيكم والحمد لله ما شاء الله جينا لقينا الوضع ما شاء الله حلو جدا جدا والترتيبات ما شاء الله والإنسان إنشطوا كمان وإزعادوا ويعني أكتر فرحا وسرورا يعني بالمجيو وما شاء الله كل الدنيا مرتبة وكل الناس الحمد لله رب العالمين وماشاء الله هذا واجبنا هنا من يقدم كل من يقوم بخدمة المعتمرين والمصلين شكرا لك الله أدك العافية نحمد الله سبحانه وتعالى يوسف على هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا بأن بدأت العداد تتزايد من المعتمرين والمصلين للقدوم إلى بيت الله الحرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن تزول هذه الجائحة وتعود الأعداد كما كانت مما قبل وأفضل مما كانت عليه بإذن الله تعالى نعم الزميل بها عسكر شكرا جزيلا لك هذا الوصف وهذه الإضافة وهذه المشاعر التي نقلتها إلينا من خلال المعتمرين والزوار الذين أتيحت لهم العمرة والزيارة في هذه المرحلة انطلقت الحملة والتوعوية للحد من ظاهرة التعديات في منطقة عصير بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والإعلامية وتهدف الحملة إلى بيان الموقف الشرعي والأخلاقي والنظامي من التعديات وللحديث أكثر مشاهدين الكرام عن هذه الحملة ينضم إلينا من مدينة أبهى مراسل أخبار السعودية زميل عبدالله العبيد عبدالله أهلا وسهلا بك ابتداء ثم حدثنا عن هذه الحملة عبدالله وما هي مستهدفاتها وما المعول الشرعي والاجتماعي عليها تفضل أهلا بك يوسف وسعيد أنا أكون اليوم وتحدث من هنا من منطقة عصير مع بداية انطلاقة هذه الحملة التوعوية للتوعية بأضرار التعديات هذه الحملة التي أطلقها أسمو أمير منطقة عصير الأمير تركي بن طلاب عبدالعزيز في كل المراكز والمحافظات هنا في منطقة عصير في سبيل إيجاد بيئة مميزة حقيقة وآمنة في سبيل تلمية الإنسان والمكان هنا في منطقة عصير لسيما وأن المنطقة تشهد في جميع الاتجاهات وفي جميع المجالات تطور والعمل على إيجاد العوامل التلموية التي تكفل بإذن الله أن تكون منطقة عصير كما ترسم لها القيادة ويرسم لهاها لمنطقة عصير في مصاف المدن العالمية خاصة في المجال السياحي وغيرها من المجالات التي تستحق هذه المنطقة الحديث أكثر عن هذا الموضوع الصديفة الدكتور سعد العثمان عضوها التدريس بجامعة الملك خالد حقيقة لدكتور ضيف معنا عبر أخبار السعودية ونودع أن تطلعنا عن رأيك في إطلاق هذه الحملة التوعوية في منطقة عصير لسيما في هذا الوقت تحديدا حياكم الله الحقيقة قرار الدولة بوقف التعديات هو قرار حكيم لأنه في حماية الإنسان وفي حماية المكان وأمارة منطقة عصير تفاعلت مع هذا القرار وضعته في حيز التمثيذ بالتعامل معه بحازم وبجدية وبتفاعل بناء وجدت هناك غرفة عمليات للحد من التعديات وأيضا هناك حملة دوعوية مرادفة تصل إلى كل أطياف المجتمع من أجل الحد من هذه الظاهرة بأسلوب حضاري بأسلوب وصول إلى الناس بأسلوب قناعات وبأسلوب حصري حتى يكون هناك فاعلية لهذا القرار صحيح دكتور سعد أيضا فيما يخص المجتمع المجتمع هو ركيزة حقيقية لمثل هذا المشروع يعني التعديات أثرها الأول هو على المجتمع بالدرجة الأولى كيف ترسم من خلال هذه الحملة أثرها على المجتمع تحديدا؟ هو نوع من السلم المجتمعي لأن هناك خلافات قبلية وخلافات فردية على ممتلكات هي للدولة وانتشرت وتقاطع الناس من أجلها قرار الدولة وأوقف هذا الخصام وهذا الخلاف المجتمعي ليقول أننا مجتمع سلم ومجتمع متحاب يجب أن نتعامل مع الأرض ومع الإنسان بمنطق وبحكمة وبتعامل ينعكس إيجابيا على إنسان هذه المنطقة قبل على مستوى الدولة لأن التعدي هو ظلم سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة لا تريد أن تظلم الجماعة ولا أن تظلم الفرد الملكية العامة هي للدولة والملكية الخاصة هي للفرد فقد يصل إذا احتاجت الدولة أو المشاريع إلى الملكية الخاصة فستتعوضه لن يكون هناك ظلم أما أخذ جزء من المكان لصالح إنسان مهما كان كما قال مقام خدم الحرب من الشرفين ولي عهد الكريم وأمير المنطقة أنه لأن يستثنى من الحق العام أي شخص مهما كان مكانه صحيح دكتور سعد تطرقت النقطة مهمة جدا وهي أن هذه الغرفة غرفة إدارة التعديات على مستوى منطقة تعسير وكذلك على مستوى الدولة هي تكفل بالدرجة الأولى الحفاظ على أملاك الدولة وكذلك في نفس المستوى الحفاظ على أملاك المواطنين لضمان استمرار هذه العملية بين المواطن والوطن يعني هذا نقطة مهمة جدا صحيح المنطقة تعسير شكلت في كل أزمة غرفة عمليات رأينا غرفة أزمة كورونا ونجحت نجاح كبير جدا الآن غرفة أزمة التعديات والآن بدأت فعليتها في الحملة التوعوية في الورش العمل في أيضا التنبيهات الرسمية على الجهات المعنية ثم الوصول بالتوعية إلى المواطن بحيث أن نكون جميعا في خدمة هذا الموضوع ونحد من التعديات التي هي تعتبر ظلم للتنمية لأنه لا يوجود للتنمية مع التعديات لأنه في خلافات شخصية في خلافات على المكان في تعطيل للمشاريع لكن هذا القرار وهذه الحملة وهذه الغرفة وتوجيهها سمو أمير المنطقة تصب في الصالح العام المقصود بهذا المشروع هو الصالح العام ولا يجد هناك استثناءات لأشخاص أو لمجموعات صحيح دكتور أيضا فيما يخص التنمية التنمية يعني منطقة عسير مقبلة على تنمية خاصة من خلال الرؤية الاستراتيجية التي تم العمل عليها في المنطقة بناء على الرؤية الوطنية 20-30 هذه التعديات لو استمرت لا سمح الله في منطقة عسير ستكون حاد فعلا من هذه التنمية اشراك المجتمع في هذا الجانب هو أمر إيجابي وسيكفل بإذن الله وصول منطقة عسير لما ترمونه صحيح الرؤية 20-30 هي كفلة جميع النواحي من الاقتصادية المجتمعية المجتمع الطموح الاقتصاد المزدهر هذه النواحي تركز عليها الرؤية ويجب أن نتعامل مع البيئة أو مع الإنسان من هذا المنطق أو من هذا المنطلق حتى تحقق التنمية وجهتها الصحيحة اللي عندنا في المنطقة هي منطقة سياحية في غابات أشجار شجيرات سفوح جبال منحدرات أو دية يجب أن تكون أول أن تبقى على طبيعتها الطبيعة حتى يستمتع الإنسان بها ثم الأمر لا يحصل عليها تعدي تقطع السبول تقطع الطرق تغير الاتجاهات تجريف التربة قطع الأشجار هذه كلها معوقات للتنمية والبيئة الطبيعية هي قبل أن تبني مسكنا أو قبل أن تمود طريقة أو كذا إذا وجدت متعة المكان وجدت كل متعة واستطعنا أن ننافس في منطقة عسير على أن نكون وجهة سياحية بل وجهة سياحية أولى شكرا لكم دكتور وجهود مميزة نتمناها بإذن الله لاستمرار مثل هذه الحملة على مستوى منطقة عسير وكذلك على مستوى المملكة إن شاء الله كلنا ذاك الرجوة كنا يجب أن نشارك فيها بفاعلية شكرا لكم شكرا لكم إذن كما تشاهد يوسف هذه الحملة التي انطلقت هنا في منطقة عسير هي فعلا مبادرة لكل أهالي المنطقة ولكل من يقيم على هذا الوطن في سبيل أن تكتمل المنظومة بين الإنسان والمكان لتنمية منطقة عسير وبقية مدن ومحافظات المملكة لتكون كما رسم لها الوطن من خلال الرؤية الوطنية عشرين ثلاثين نعم الزميل عبدالله العبيد شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم على هذه الإضافة نشرتنا مستمرة مشاهدين الكرام لكن بعد قليل ابقوا معنا أهلا بكم الجديد تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقيس والجودة بالشاركة مع عدد من الجهات المحلية والعالمية أولى قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها في مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمي وذلك ضمن جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين في تعزيز التعاون بين دول العالم في مختلف المجالات وتركز القمة الدولية للمواصفات والتي تنطلق في الرابع من نوفمبر القادم على دور المواصفات القياسية واجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات كما ستتضرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز دور التحول الرقمي الجوهري والحساس في الأزمات أعلن فريق العمل الثامن بمجموعة الفكر تيج توينتي المنبثقة عن مجموعة جي توينتي إنجاز الهيكل المالي العالمي الذي يهدف لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية ويركز عمل الفريق الثامن على إجراءات السياسة العامة المتعلقة بالإدارة المالية العالمية بما فيها التعاون بين السلطات الإقليمية والسلطات المتعددة الجنسيات لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية إضافة إلى تشجيع عملية تطوير القطاع المالي الشامل من خلال أدوات جديدة كما سيتناول بالدراسة حوكمة وتنظيم العمولات الرقمية المشفرة والتقنية المالية وتأثيراتها على النظام النقدي التولي استعرض برنامج التحول الوطني أبرز إنجازات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مبادرات البرنامج الساعية لتحقيق حدد من أهداف رؤية 20-30 الاستراتيجية ودشنت وزارة الموارد البشرية العديد من البرامج لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية كما عملت الوزارة على تشجيع ماط عمل حديثة تنسب فئات المجتمع كافة فدشنت منصة مرن التي تمكن السعودية الباحث عن عمل وصاحب العمل من التحكد بمرونة كما دشنت الوزارة المنصة الرقمية مسار لإدارة وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام كما عمل برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تمكين المرأة من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل ورفع نسبة توظيف المرأة في المناصب القيادية وتعزيز دورها القيادي بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تعمل على تمكين المجتمع عبر بنية أساسية متكاملة تضمن التنمية المستدامة ولتفاصيل أوسع مشاهدين الكرام حول منجزات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التحول الوطني يسرنا أن ينضم إلينا بل أن ينضم إلينا هاتفيا الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون مهندس ثامر أهلا وسهلا بك ابتداء ثم هل لا أطلعتنا مهندس ثامر على الأهداف التي يسعى برنامج التحول الوطني لتحقيقها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفضل بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك أخير الكريم ولأخوة المشاهدين وسعيد بتواجدي معكم هناك أهداف عديدة وشاملة لرؤية 2830 مستندة لبرنامج التحول الوطني وتقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض هذه الأهداف وتشمل تعزيز تنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير ربحي تشجيع العمل التطوعي وأيضا تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل نعم نعم مهندس ثامر أولت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تمكين المرأة اهتماما كبيرا ولعل من أهداف برنامج التحول الوطني كما قرأنا زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أين وصلت مراحل تحقيق هذا الهدف بالفعل زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل هو أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2830 طموحة المسندة لبرنامج التحول الوطني والله الحمد البرنامج حقق مستهدف مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات لعام 2020 وتجاوزه للوصول إلى 26% وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء حيث كانت نسبة 22% في عام 2015 لله الحمد هذا كان في عمل كبير من وزارة الموارد البشرية وتنمية اجتماعية وكما أشرتم في التقرير كان في مبادرات مثل قرة لتوفير خدمات رعاية الأطفال بسعر مناسب كان في مبادرات مثل الوصول لدعم نقل المرأة العاملة وأيضا كان في تركيز على تدريب القياديات كان في تدريب لأكثر من ألف متدربة وذلك لتعزيز دور المرأة القيادي وأيضا كان في تشجيع لأنماط عمل جديدة تشجع العمل عن بعد وأيضا تم إطلاق نظام العمل المرأة نعم مهندس ثامر أولت بل مع كل هذه الأهداف والمبادرات المتنوعة التي نشهدها ما هي تطلعات برنامج التحول لمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيف يعمل على تحقيقها المبادرات التي أطلقها البرنامج بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كثيرة ومتنوعة ذكرنا جزء يسير منها في السؤالين القبل وبالإضافة إلى ذلك كان فيه أهداف نعمل عليها سويا مثلا تشجيع العمل التطوعي الحمد لله نظام العمل التطوعي تم إقراره في بداية السنة أيضا أطلقت منصة العمل التطوعي فوصلنا الآن إلى عدد متطوعين يتجاوز 200 ألف متطوع أيضا من الهداف التي نعمل عليها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهداف مثل تعزيز قيام الشركات بمسؤولية الاجتماعية تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل تمكين الأسر المنتجة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد تحسين ظروف العمل كل هذا وأكثر هو جهد هو جزء من جهود كبيرة ومستمرة يقوم فيها البرنامج مع الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية ممكة 2030 من خلال تمكين المجتمع بكافة فئاته بطريق تضمن التنمية المستدامة بإذن الله نعم المهندس ثامر السعودون وأنت الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة حصلت مدينة الملك سعودة الطبية ممثلة في مركز صحة القلب على شهادة الاعتماد كأحد المراكز المرجعية على مستوى المملكة لعلاج الرجفان الأذيني بالتبريد أجاء حصول المركز على شهادة الاعتماد بعد أن أجريت فيه العديد من العمليات المتخصصة في هذا المجال دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد أوضحت المدينة أن هذه التقنية تعد من أحدث الوسائل لعلاج هذا المرض الشائع الذي يعد من أكثر أمراض اختلال نظم القلب شيوع وبذلك يكون قد توفر كل أنواع العلاج لاختلال نظم القلب بمدينة الملك سعودة الطبية بعد إدخال نظام التنقية ثلاثية الأبعاد حديثا في المركز توقعت الهيئة العامة للرصاد وحماية البيئة في تقريرها لهذا اليوم تأثيرا لرياح شرقية ناشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقة مكة المكرمة المدينة المنورة يصحب معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها الديوان الملكي يعلن وفاة صاحب السمو الملكي لمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيزة لسعود منظمة الصحة العالمية تشيد بتدابير المملكة خلال جائحة كورونا كورونا بين خطر الانتشار وشبح الإجراءات الصارمة ختام النشرة مشاهدين الكرام شكرا على طيب المتابعة بقي أن نذكركم بأننا بالحذر عدنا وبالالتزام نسلم فنحن جميعا في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة